بعد 13 عاماً على إنشائها، ها هي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تصل إلى نهايتها مع الإعلان عن إغلاقها الأحد. فالمحكمة حققت طوال السنوات الماضية منذ بدء عملها الفعلي عام 2009 في قضية اختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري و22 آخرين لتعلن الأمم المتحدة عن قرار الإغلاق. علماً أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش كان قد مدد عمل المحكمة مطلع العام 2023 حتى نهايته وذلك بهدف إتمام بعض المهام غير القضائية العالقة. وقد أعرب في بيان عن تقديره العميق للتفاني والعمل الجاد الذي قام به القضاء والعملون في المحكمة الخاصة على مر السنين. كما تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة اللبنانية وحكومة هولندا باعتبارها الدولة المضيفة والدول الأعضاء التي شاركت في لجنة إدارة المحكمة. قرار الإغلاق سبقه مساراً تقشفياً بدأ مع تقليص عدد الموظفين من 41 إلى 11 فقط. كما عصرت النفقات التشغيلية للمحكمة وغادر الموظفون المباني المستأجرة الخاصة بعملها عقب الأزمة الاقتصادية في لبنان وتعثر تخطية الدولة اللبنانية لنفقاتها وغياب المساهمات أو التبرعات الدولية. فلبنان مولى عمل المحكمة طوال السنوات الفائتة بكلفة قدرت بمليار دولار تقريباً. إذ كانت الدولة مسؤولة عن تأمين 49% من النفقات والنسبة المتبقية أي 51% كانت عبارة عن مساهمات طوعية من دول واجهات خارجية. أما الكلفة السنوية فكانت تقدر بـ 60 مليون يورو ومن ثم تقلصت إلى 55 مليوناً. في المحصلة خلصت المحكمة في عملها طوال السنوات إلى إدانة ثلاثة أفراد في قضية الحريري وأصدار حكم غيابي بالسجن المؤبد عام 2020 على سليم عياش. إلا أن هناك ثلاث قضايا لا تزال عالقة. وبناء عليه طلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة حفظ ملفات المحكمة وهذا ما حصل. لتطوى بذلك مرحلة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولو مرحلياً ويطوى معها هذا الخلاف الذي لطالما كان مصدر انقسام آخر لللبنانيين.